تعددت أساليب التنكيل بالصحفيين في اليمن ما بين قتل واختطاف وفصل تعصفي ومنعهم عن ممارسة المهنة إضافة إلى تعرضهم للمحاكمات ومواجهة أصناف الاتهامات في ظل تجاهل محلي ودولي لقضيتهم عقب كل جولة سياسية للمبعوث الأممي يصف لقاءاته بالمثمرة لكنه يتجاهل معاناة الصحفيين المختطفين لأكثر من ثلاثة سنوات كما تلاشت قضيتهم في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفي تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2017 اكتفت Human Rights Watch بالإشارة إلى وجود معتقلين في اليمن دون التطرق لقضية الصحفيين المختطفين في تهميش واضح لقضيتهم رغم نص القرارات الدولية على ضرورة الإفراج الفوري عنهم وبثقت نقابة الصحفيين اليمنيين وقوع مئة حالة انتهاك ضد الحريات الأعلامية في النصف الأول من العام 2018 بينها خمسة حالات قتل تورزت فيها مختلف أطراف النزاع في اليمن ليبلغ إجمال القتل الصحفيين 27 صحفيا منذ العام 2015 إضافة إلى التهديدات والمحاكمات والتعذيب ومصادرة مغتنيات الصحفيين والصحف وإيقاف الرواتب وحجب المواقع الإخبارية وإيقاف وسائل الإعلام خلال النصف الأول من العام 2018 وأوضح الناطق الرسمي باسم نقابة الصحفيين اليمنيين أمينا عزيزي في تصريحات صحفية أن سنة 2017 شهدت 300 حالة اعتداء على الصحفيين اليمنيين وفي العام 2016 شهدت اليمن 205 حالات اعتداء مشيرا إلى أن الصحفة اليمنية تعيش منذ سنة 2014 مجزرة حقيقية تمثلت في مقتل 19 صحفيا واختطاف 13 آخرين من قبل الحوثيين وصحفي مختطف من قبل تنظيم القاعدة في اليمن وفي تقريرها الأخير اتهمت لجنة حماية الصحفيين الدولية جميع أطراف الصراع في اليمن بمهاجمة الصحفيين وفرض قيود ضد منتقديها في مناطق سيطرة الحوثيين تحديدا والحكومة والميليشيات المدعومة من الإمارات ووثقت اللجنة شهادات صحفيين تعرضوا للتهديد وفرض الرقابة ضدهم من قبل ميليشيات تابعة للإمارات في جنوب اليمن مشيرة إلى احتجاز سبعة من موظفي صحيفة أخبار اليوم من قبل الحزام الأمني في عدن إضافة إلى احتجاز الصحفي فتحي بن نزرق ومحاكمة عوض كشميم في حظر موت بتهمة التحريض ضد الإمارات وأكدت لجنة الدولية تعرض صحفيين في محافظة مأرب للتهديد في حال انتقادهم سياسة التحالف العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر